السلام عليكم ورحمة الله وحيكم الله يا شباب كيف يبدو الهيتكس اتشينجر او المبادل الحراري في الواقع والله ابدأ بالصورة اللي احنا نرسمها لك دائما زي ما انت شايف في الامتحانات او في الدروس اهو نرسمها بهذه الطريقة بوكس خالجي وفي سائل منه يدخل وسائل من هنا يخرج ومن هنا سائل يدخل جوه مصورة داخله ويخرج من هنا لكن هل هذا هو في الواقع والله يعني شوية يا فريق خليني ابدأ اقول لك ان المبادلات الحرارية انواع كثيرة جدا وخلني اقسمها لك الى كم الى ثلاثة انواع النوع الاول نسميه double pipe heat exchanger اعذروني على الاختصار double pipe heat exchanger هذا ما بشرح الان لانه بسيط جدا النوع الثاني shell and tube heat exchanger هو حق اليوم اللي بشرحه والنوع الثالث بخليه لي السنابة الجاية ركزوا يا شباب معايا هذا النموذج رائع جدا جدا وليت واحد شرحوا ليه زي كذا وانا في البوكالاليوس كنت اهمت اكثر بكثير شوف يا حبيبي shell and tube ايش معنى shell قالوا يا شل يعني خلينا نطالع منه الشل هو الغلاف اوكي فهذا هو يا شباب الغلاف بما انه غلاف معنات انه يحوي جواه اشياء معينة اهي هذه كرشة المبادل الحراري من جواه هذا المبادل الحراري اللي نسميه heat exchanger shellan tube heat exchanger موجود عندنا في محطات التحلية بكثرة يعني في الخبار وفي الدمام وفي غزان باورو بلانت انا شفت واحد زي هذا القطر يا شباب حق وهذا 2 متر والطول من هنا الى هنا يعني ما يقل عن 10 متر اوكي it is very very large طيب هذا اللي انت شفت يا دكتور كيف يصير التبريد اقول لك اشي يحصل فيه اه نجي موية البحر من هنا موية البحر درجة حرارتها 25 وهي مالحة اه ونخليها تدخل في طبعا هنا حجرة الحجرة التوزيع ذي وحيدخل الموية هنا اوكي طبعا تقول لي موية مالحة ومدريش حتاكل مواصر ايه نعم ولهذا في محطة توليد الطاقة التيوب هذا اللي هنا ما هو تيوب عادي ما هو ستلستيل من مادة اسمها تيتانيوم وعشان كذا مثل هذه المبادلة الحرية تكون غالية جدا الشاهد لا نطور في الكلام طيب يا دكتور انتو بداخلين هنا موية باردة عشان ايش والله نقول لك عشان ايش عشان الاستيم لما يخرج من التربينة في دورة الطاقة اللي درسناكيها نبغى يبرد فيش نسوي نخليه تكثف يمر هنا حيمر وحيبدأ يروح منه يروح لهنا ويمشي منه وبعدين يطلع ويروح في هذا الاتجاه طيب يا دكتور ليش ما يروح كلا سيدة على طول يطلع منه ايو احنا سوينا له البفلز حواجز زي حكت الخيول سباق الخيول طيب ليش تسوول له الحواجز دي تعبته احنا نبغى يتعب يا ولدي ابغاه ليش يتعب ابغاه يطول ليش تبغاه يطول عشان ابغاه يبرد ياخذ وقت يسمونه ريزيدنس تايم اوكي فابغاه يطول طالع نازل لحد ما اضمن انه وصل او تكثف الى يعني اصبح ساجراتد لكويد يعني ستيت طيب ومويت البحر اللي اكيد هتسخن ايو نعم بس هتسخن هتخرج من هنا اوكي وهتتجمع في الحجرة هذه عفوا وتخرج لك من هنا هذا يعني شي مبسط جزء من اسمه الهيتكس اتجينجر ولكم انتو عفوا الشباب اللي يدرسون الفيزياء او يدرسون معنا في ثيرمو داناميكس 1 او ثيرمو داناميكس 2 اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة